دكتور شوف أنا أتفق مع الدكتور تماما أنه لا اجتهاد مع النص وأتفق تماما مع الدكتور أنه إذا أتت آية صريحة وأتى نص صريح صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن أنا أتجرأ بمخالفته أطيع الله وأطيع الرسول هذه أتفق فيها تماما يعني ما من الأشخاص اللي ممكن ينكروا السنة أو ينكروا فضلها لا يمكن أكون من هؤلاء الأشخاص بإذن الله لكن أنا في هذه الأمور بالنسبة للسنة أتوقف كثيرا وأنا أجد قدوتي في هذا الموضوع هو صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عندما ذكر أننا في نأخذ بالقرآن لأنه نصوص قطعية لا يدخل إليها الشك هذا أولا ثم نلجأ إلى النصوص المتواترة لأنه أيضا لا يرقى إليها الشك وأخبار الآحاد الباقية نرى إذا كان مدى صحتها ومدى قوتها ومدى صحتها وبعد كده ممكن أن نأخذ بها أو لا نأخذ بها لو كان الرسول حاضرا أمامي لا يمكن أن أعترض ولا حتى أفتح معي أنا مع أي كلمة يعني لكن هذه الأحاديث وهذه النصوص أكثرها جدا وصلنا من أجيال مختلفة يعني وعليها مشاكل كثير فهنا هذه المشكلة أنا لا أرد قول الرسول بحذبات ولكن المشكلة في هل فعلا هو قاله كم نسبة الصحة في هذا القول كم نسبة الصحة بكتور يعني إذا كان الله عز وجل يقول وما آتكم الرسول فخذوه وهو الله تبارك وتعالى وهو أعلم العالمين سبحانه وتعالى فإذا قاله وما آتكم الرسول فخذوه ثم يأتي هناك أناس ويقولون لا نأخذ بما جاء عن نفسه صلى الله عليه وسلم لأنها أعوام مئات الأعوام بينه وبين نفسه لا هي تقول نأخذ الصحيح منها وهذا من الصحيح أنا ذكرت بأنها أحاديث صحيحة والإمام أحمد عليه رحمة الله ذكر والإمام أحمد عليه رحمة الله قال أحاديث الولي يشد بعضها بعضا فتصحح بعضها بعضا ولهذا حكم بذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله بأن الولي واشتراط الولي هو من أركان الزواج والإمام مالك مثل ما ذكرت الأئمة عندما أقول بأن الأئمة عليهم رحمة الله هم قالوا ثم تقول هي تلامذة الأئمة أنا تكلمت الآن عن الأئمة أنا قلت بأن الإمام مالك ثم ذكرت الإمام أحمد والإمام الشافعي هم أجمعوا في هذا على أنه لا نكاح إلا بولي أما تلامذة الأئمة قالوا ومثلا قالت بأن قال فلان وقال فلان والزهري قال والنووي قال أنا أقول إذا قال الإمام فما فوق الإمام هو الكتاب والسنة فكون الكتاب والسنة جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فنأخذ به وما أتكم الرسول فأخذوا إذا قال الله عز وجل هذا فلا يجوز أن نشكك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تبارك وتعالى هو الأعلم بحفظ هذه السنة لأن هذه السنة قد حفظها الله تبارك وتعالى كما حفظ كتابه شكرا للمشاهدة